اشتركوا في القناة ووثقا لبرنامج الشرينغيتو فان ميسي وعائلته يحصلان الان على دروس في اللغة الفرنسية استعدادا للخطوة المقبلة في مسيرة البرغوثة وزعمت العديد من التقارير الفرنسية والاسبانية ان باريسن جرمان يريد الجمعة بين ميسي وصديقه نيمار دا سيلفا في فريق واحد لتحقيق لقب دور الابطال يذكر ان اكثر من مرشح على رئاسة برشلونة اكد قدرته على اقناع ميسي بالبقاء مع البرسة في حالة النجاح بالانتخابات دخل برشلونة في ازمة اقتصادية كبيرة بعد ان تراكمت الديون على النادي الكتالونية وكانت تقارير اسبانية قالت ان ديون برشلونة تخطت مليار يورو ما دفع النادي لطلب قرض لتسيير اموره في الفترة الحالية ووفقا لاذاعة كادينا كوبي فان الوضع الاقتصادي لبرشلونة جعل النادي يفشل في دفع رواتب اللاعبين بسبب نقص السيولة واشارت الان لاعبي برشلونة يتقاضون رواتبهم على دفعتين سنويا في شهري يونيو وديسمبر ورغم موافقة اللاعبين على خفض الرواتب في شهر ديسمبر الماضي بالاضافة لتخلي عن المكافآت لكنهم لم يحصلوا على الدفعة الاولى من الاجور المخفضة حتى الان واوضحت ان ادارة برشلونة تخطط لتزديد الرواتب المتأخرة لللاعبين في شهر فبراير المقبل تخلى لاعبوري المدريد عن حلم الفوز بلقب الدور الاسباني بعد ابتعاد الفريق عن اتلاتيكو المتصدر بسبع نقاط والذي يملك ايضا مباراة مؤجلة ووفق البرنامج الشيرنجاتو فان اللاعبين داخل غرفة الملابس يعتقدون انهم خسروا لقبي كأس الملك والدوري هذا الموسم لذا عليهم التركيز على المباريات المتبقية في دور الابطال ومحاولة الفوز بالبطولة القرية واشر البرنامج لان هناك كلمات متداولة داخل غرفة ملابس الميرنجي وهي ان الريال على بعد خمس مباريات فقط من الفوز بدور الابطال واوضح ان نجوم الفريق لا يقللون من اهمية مبارتي اتلانتا في ثمن النهائي لكنهم يعتقدون ان لديهم القدرة على هزيمة الفريق الايطالي واتم نجوم ريال مدريد يعتقدون ان ملخص موسمهم هذه المباريات الخمسة وهم يصرون على انهم في حال وصلوا الى دور ربع نهائي فان الفوز بدور الابطال سيكون ممكنا وجه مسؤولو بايران ميونيخ انظارهم صوب سرخ راموس قائد ريال مدريد لبحث ضمه الى الفريق البفري وينتهي عقد راموس مع الريال في الصيف المقبل لكن لا يوجد اي اتفاق بين الطرفين حتى الان على شروط العقد الجديد ووفقا للصحفي الاسباني ادواردو اندا المحلل في برنامج الشيرينغانتو فان مسؤولي البايران استفسروا من خاف مارتينيز ومارك روكا الثنائي الاسباني في الفريق حول موقف راموس واشار الان راموس لا يرغب في الاستماع الى العروض حاليا لانه يريد الاستمرار لمدة عامين اخرين مع الريال وقال التقارير اسبانية ان الازمة بين راموس وريال مدريد تعود الى رغبة النادي في خفض راتب قائد الميرنجي بنسبة 10% في العقد الجديد ادرك مسؤول ريال مدريد ما يقصده كيلين بابي مهاجم سان جرمان بالتصريحات التي اطلقها مؤخرا بشأن مستقبله وقال ان بابي اريد استثمار نفسي على المدى الطويل وليس التوقيع على تعاقد جديد ثم اطلب المغادرة بعد عام وفق البرنامج الشيرنجانت فان الريال اتخذ كلمات باب الاخيرة كرسالة للنادي حيث يقول اللاعب الميرنجي اما ان تتعاقد معي الان او لن يحدث ذلك ابدا جاء ذلك بعد ان زعمت العديد من التقارير ان ريا المدريدة يخطط للتعاقد مع ان بابي مجانا عقب انتهاء عقده في صيف العام المقبل واشار الان سان جرمان يدرك جيدا ان رغبة ان بابي هي الرحيل لذا قدم له عرضا لمدة اربعة مواسم وبراتب سنوي يبلغ ثلاثين مليون يورو واضح البرنامج ان ريا المدريد لا يعتقد ان والد ان بابي يريد مكافأة للتوقيع نظير انتقال نجله النادي الملكي وذكر البرنامج انه في حالة سعي والد ان بابي لهذا الامر فعليه نسيان امر ارتداء نجله قميص الميرنجية كشف كريم الجزيري وكيل كريم بنزيمة مهاجم ريا المدريد عن النادي الذي يرغب النجم الفرنسي في الانتقال اليه وقال الجزيري في تصريحات ابرزتها الصحيفة لكيب عن امكانية انتقال بنزيمة الى ليون نعم انه يريد ذلك ويتحدث معي بانتظام عنه ويشاهد مباريات الفريق ليون موجود في قلبه واضاف انه يحلم بالعودة الى ليون وفعل اشياء عظيمة كما ان ارتداء شارت القيادة مع فريق الطفولة سيكون امرا سحريا واتم الجزيري ليون لديه كل شيء لجذب بنزيمة لكن كريم لا يرغب في العودة اليهم وهو غير قادر بدنيا يذكر ان عقد بنزيمة مع ريا المدريد ينتهي في يونيو من العام المقبل ولعب بنزيمة معليون منذ فرق الناشئين وحتى انتقاله الى ريا المدريد 2009 نظير 35 مليون يورو ابدأ بيبيو غارديولا مدرر مشاسر سيتي ثيقته في قدرة المهاجم السرخيو اغويرو على استعادة مستواه لمساعدة الفريق في سباق لقب الدور الانجليزي وقال غارديولا اغويرو واجه صعوبات في اول ثلاثة او اربعة ايام شعر باعياء شديد لكن اليوم يقول انه يشعر بانه افضل كثيرا الان حان وقت ان يأتي فحصه سلبيا وعندما يحدث ذلك سيعود الى هنا وسنرى كيف ستكون حالته يوما بعد يوم واضاف لا استطيع ان اقول متى سيعود لكني متفائل بانه سيمنحنا اوقات جيدة من فبراير او مارس الى نهاية الموسم وتابع اتمنى ان يساعدنا بقدراته الاستثنائية لهذا السبب هو واحد من افضل المهاجمين على الاطلاق ليس فقط في انجلترا بل في تاريخ كرة القدم يسعى توتنهام للحصول على خدمات انخل ديمارية احد اللاعبين المميزين في باريس جرمان خلال المريكات الصيفي القادم وينتهي عقد ديمارية مع باريس الصيف المقبل ولم يصل الطرفان الى اتفاق بالشأن التجديد حتى الان ووفقا للصحيفة الكيب فان توتنهام بدأ الاتصال مع ديمارية لاقناعه بالانتقال الى الاسبيرز مجانا والعودة للعب في البريمير ليغ مرة اخرى وسبق انخاض ديمارية تجربة غير ناجحة في الدور الانجليزي الممتاز برفقة منشستر يونيتد واشرت الصحيفة ان ديمارية تلقى عرضا للتجديد من باريس جرمان في نهاية العام الماضي لكن اللاعب غير مقتنع بالشروط المقدمة من النادي الفرنسي واوضحت ان سان جرمان اقترح في العقد الجديد خفض راتب ديمارية بقيمة مليون يورو وذكرت لكيبن ديمارية يريد عقدا لمدة عامين اضافيين من اجل انهاء مسيرته في اوروبا بقميص باريس لاسيما ان عائلته مستمتعة بالعيش في العاصمة الفرنسية اصبح رؤول غارسيا ثامن لاعب نشط في الليجة يدخل نادي المئة هدف بعد الثنائية التي سجلها بالامس لفريقه اتلتك بلباو في الفوز الكبير على ختاف على ملعب السان مامس وسجل غارسيا عشرين هدفا مع اساسونا وستة وعشرين مع تلتكو مدريد واربع وخمسين مع بلباو الذي يكمل معه موسمه السادس ويتصدر الارجنتيني ليون الميسي تلك القائمة برصيد اربعمائة وخمسة وخمسين هدفا يليه كريم بنزيما ولويس السوارز وانطواني جرزمن كما يعد غارسيا ثالث اكثر اللاعبين الحاليين خوض للمباريات بواقع خمسمائة وثلاث مباريات خلف اخواكين سانشيز خمسمائة وستة وستين وسرخي راموس خمسمائة وسبعة عزيزي متابع قناة عرب جول هل تتوقع انتقال راموس الى بايراني ميونيخ؟ شاركنا برأيك ترجمة نانسي قنقر